الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين والاستمرار في قمعهم وقصف مدنهم أعاد القضية الفلسطينية مجددا إلى واجهة المشهد الدولي مع أن المواقف الدولية إلى الآن لم تتجاوز حد الدعوات للتهديئة كما في تغريدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيارش التي دعا فيها إلى تهديئة فورية في فلسطين العدوان الصهيوني على الفلسطينيين لا سيما قطع غزة والذي ذهب ضحيته حتى الآن مئتان وثلاثون فلسطينيا بينهم خمسة وستون طفلا وألف وسبعمائة وعشرة من الجرحة خرق كل القوانين والأعراف الدولية فالشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مكتميلة الأركان من قبل الصهاينة بقتل المدنيين وهدم منازلهم بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قصف المدن الفلسطينية بهذه الوحشية لم يحرك أغلب الحكومات العربية للقيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية وتسبب في إحراج كبير للحكومات التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني مؤخرا ووفقا لصحيفة فينانشال تايمز البريطانية فإن قصف الاحتلال لقطاع غزة هز عمليات التطبيع التي أقامتها بعض الدول العربية مع الصهاينة وإن سفك دماء الفلسطينيين فضح غياب أي نفوذ للدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع الاحتلال أما الشعوب العربية فك عادتها في تضامنها ووقوفها بجانب فلسطين فقد انطلقت في مسيرات دعم وتأييد رفعوا خلالها شعارات تطالب بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين وشجبوا القصف الصهيوني على غزة ونددوا بطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية وامتدت تلك المسيرات لتشمل دولا أخرى وجاليات عربية وإسلامية رفضة للعدوان الصهيوني كما سارعت الكثير من الجمعيات والمنظمات إلى جمع التبرعات وفتح باب التطوع للعمل الخيري والطبي لدعم فلسطين الفلسطينيون أعادوا للذاكرة قضية التحرير من جديد وأنها لا تختلف عن قضايا النضال الأخرى لتطفي عليها بعدا عالميا وإنسانيا يسمح لها بالابتعاد عن الاعتبارات السياسية والإقليمية وتذكر من نسوا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة دون استعادة حقوق الفلسطينيين واحترامها فقضيتهم حية لم تمت بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر